السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم وصفات صحر اهلا بكم في فيديو جديد اليوم بنعمل مع بعض سيخ شوارمة بجد بيطلع لذيذ وخفيف يعني زي ما بنقول طعم وريحة والشكل يجنن هنعملها زي بتاعت بره بالزبط زي السيخ زي ما هم بيعملوها ونحطها في الفرن بنحط لها كمان مكونات وبهارات عندنا بسيطة جدا بتخلي طعمها احلى من المحلات واحلى من البوفيهات جربوها معايا على طريقتي ان شاء الله انا متأكدة ان هي تعجبكم يلا نبدأ الوصفة بس قبل ما نبدأ نصلي ونسلم على الحبيب عليه الصلاة والسلام ويلا بينا نبدأ الوصفة اليوم انا اخترت لكم سيخ الشوارمة بجد بيطلع لذيذ جدا جدا ويمكن احلى من برا كمان طيب هو عبارة عن ايه سيخ الشوارمة هو عبارة عن صدور من الدجاج لاما تمسك الصدر وتقسمي نصين او ممكن تدقي شوية بس انا يعني ما دقتوش ولا حاجة انا على طول اسمت الصدر الاثنين وحطيت عليهم بوهارات الشوارمة بوهارات الشوارمة طيب لو انا ما عنديش بوهارات الشوارمة انا هكتبها لكم في نهاية الفيديو تحطوا بوهارات شوية بوهارات على بعضيها وان شاء الله هتطلع معاكم بنفس الطعم وان شاء الله باعمل البوهارات معاكم في وقت تاني بازن الله هحط ايه كمان للشوارمة هحط معلقتين من الزبادي وهحط طبعا الملح هحط كمان خلي معاها وهحط مسلا ادي ايه ادي معلقتين من الزيت طيب انا ليه بحط الزيت معاها بحط الزيت علشان ما يتنشفش معايا لما احطها في السيخ وادخلها داخل طيب التدبيلة دي قاعدتها لحد امتى المفروض ان هي توعد يعني من بالليل تعملوا التدبيلة دي من بالليل وتخلوها التاني يوم الصبح يعني ليلة وممكن اعمل التدبيلة دي واحطها في الفريزر فاي وقتا عايزة اعمل سيخ شاورمة بطلع الدجاج خالص اسيبه يهدى من التدليج وبعدين ابدأ اعمله في السيخ طيب انا هحط بقى التدبيلة دي في التلاجة وتاني يوم ان شاء الله اوريكم ازاي بنيعملها سيخ مع بعض انا طلعتها من التلاجة وسبتها طبعا ليلة كاملة علشان التدبيلة تتشربها وتطلع حلوة جدا اقلبها شوية علشان طبعا ان هي كانت في التلاجة نسيت اقول لكم كمان ان انا بحب احط معاها شوية من المستردة اللي هو الخردل بيديها طعم حلو جدا يعني كده مزس ويدي طعم حلو جدا جدا فانا هحط قدم علاءة صغيرة وقلبهم كويس جدا مع بعضيهم بجدة هتفرق في الطعم هتديها طعم زي برة بالزبط نقلبهم كويس جدا علشان طبعا المستردة تدخل في التدبيلة طيب عندي ايه بقى لسيخ الشاورمة اللي انا هعمله علشان اجهزه انا عندي زي الخلة بتاعت الشيش طوق وكمان عندي بصلايا ممكن تحطوا بطاطس زي ما بتحبوا بس البصل بيكون متماسك شوية عن البطاطس كمان ودي الخلة بتاعت الشيش طوق اللي بنستخدمها او حتى للكباب فانا بجيب بصلا تكون متوصفة على قد طبعا حجم الدجاج اللي انتو عاملينه انا عامله نص كيلو من الدجاج فعمله زي كده الطاعة البصلة من هنا ومن هنا ليه علشان تكون عندي القاعدة وبجيب اي طاجن عندي فخار بالشكل ده ممكن تحطوها فصنية كبيرة ممكن فصنية صغيرة زي ما بتحبوا بس انا حسيت الطاجن بيكون ملموم كده وبيكون افضل في يعني فانا هحط بقى البصلة في النص القاعدة من تحت تكون سبتة وروح حط عليها بقى ايه السيخ من تحت اسبتو فيها اللي هي ليها القاعدة لو كانت زي كده اسبتو فيها وافضل شي ان انتو تحطو كزا سيخ مع بعضي لاني بعد ما سوتها لما باجي في التقطيع مش بعرف اطاحها ليه لاني بتكون سخنة شوية وبمسكها بالعافية فعلشان كده يعني ما تغلطوش غلطتي ان انا حطيت سيخ واحد لا اما يكون عندكم سيخ يكون يعني عريض شوية علشان وانتو بتقطعوها زي برة تتقطع معاكم بكل سهولة علشان بتكون سخنة فممكن انا احط مثلا تلاتة او اربعة من السيخ اللي زي كده بس انا للأسف حطيت واحد بس فعلشان كده قلت لكم بقى الفكرة بمسك بقى صدور الدجاج واحط واحدة واحدة اروح حط ايه كل واحدة عكس التانية يعني انا حطيت الصدر ده بالشكل ده احط التاني عكسه زائد بالضبط تحط واحدة عكس التانية واحدة عكس التانية مش عارف انتو شايفين هكده ولا لا هي انا حط عكس واحدة عكس التانية علشان ايه علشان تستوي معايا من كل الجهات الطريقة دي بجد بتحفز عليها واضغط عليها شوية ماضغطش جامد جامد لا يعني بالراحة كده المهم ان انا اسويهم كل واحدة تكون عكس التانية علشان ايه علشان يستوهم معايا ميطلعوش كلهم متكتلين كده مع بعض وكمان علشان وانا بقطحها اعرف اتحكم فطأ طحة بنحط كل الكمية اللي عندنا من الشويرما عاملين كيلو عاملين نص كيلو الكمية اللي انتم بتعملوها وبجد رسيخ الشويرما ده بيفك زنقات كتير يعني ساعات كتير بحطه بتبله وحطه في الفريزر ولما اكون عايزة استخدمه بطلعو مش بياخد يعني بالضبط نص ساعة ساعة الاربع بالضبط في الفرن وبيكون جاهز معايا فبجد طريقة سهلة وبسيطة وبجد بيطلع تحفة يعني بجد طعمه خطير بجيب بقى طمطنية دي اختيارية بس انا بحب بحطها بتدي طعم وهي كمان لما بتتشوي معاه بتدي طعم حلوة جدا فبحط في النهاية علشان تسبته كمان وتديني زي ما قلتلكم طعم بس لو هتديكم تقلق او مش هتعرفوا تتحكموا فيها مش ضروري خالص ان انتو تحطوا الطماطم وامسح الطاجن طبعا عشان لما بيدخل الفرن ما يتحرقش مني ويطلع ريحة وحش كمان في الطاجن طيب باقي الشاورمة اللي عندي لو انا عندي شوية من الصوص الشاورمة اللي انا عامله بنزله عليه وبخلي كمان شوية وهو في الفرن يعني كل مسلا ربع ساعة نص ساعة ممكن اتهينه بفرشة ليه علشان الشاورمة ما تنشفش معايا كده انا حطيت الصوص عليه بالشكل ده هحط عليه كمان شوية من ميا يعني ربع كوباية بالزبط فلتاجن اللي انا حطاه علشان ايه علشان الميا لما تسخن تطلع لي بقى البخار انا هحط شوية ميا سخنة تطلع منها البخار وتسويه بطريقة اسرعية يعني علشان تسرع بس في السوا لكن ممكن طبعا ما حطه من غير فرن ويلا بينا ندخلوا بقى على الفرن انا دخلتوا على الفرن بالشكل ده على درجة حرارة 200 ممكن هنحطه في الاول على درجة حرارة 200 من تحت بس بعد ما يستوي يعني بياخد من نص ساعة لساعة لربع لان انا حطى بس نص كيلو من الصدور الدجاج فمش هياخد معايا وقت طويل كل ما يكون اكتر كل ما هتسبوه طبعا اكتر فان هسيبه قد ربع ساعة واتهينه تاني بال بالفرشة علشان الدجاج مينشافش معايا ومن نص ساعة لساعة لربع بيكون طبعا مستوي هستوديعوا لا واوريكم ان شاء الله لما يطلع معايا مستوي وكده طلع معايا مستوي انا حطيت عليه الشواية من فوق علشان كمان يديني شكل حلو ويتحمر معايا من جميع الجهات عندي طبعا خبز التورتيلة وانا عملته معاكم اللي هو خبز الشاورمة او خبز الصاج عملته معاكم قبل كده في الشاورمة وهسيب لكم تحت في ان شاء الله فانا هجيب بقى سيخ الشاورمة بالشكل ده كده ممكن نحوش البصلة اللي تحت علشان ايه تساعدني في التقطيع وممكن برضو نخليها علشان تديني شكل ونقطع بقى الشاورمة نمسيكها طبعا كويس جدا هي طبعا سخنة جدا بتكون طلعة فعلشان كده مش متحكمة فيها ان انا اعرف اقطعها ونحوش كمان الطماطم اللي فوق دي علشان نعرف نمسيكها كويس ونقطعها تمام ما تهربش منا يعني بتدي شكل بجد وطعم وكمان لما بتقطعوها قدام الضيوف بتدي شكل جميل جدا اكنينا برا بقى والسيخ الشاورمة زي ما بتشوفو الشيف بيقطع بقى الشاورمة بتطلع طعمها لزيز بجد تحفة يعني كل اللي اكلها عجبته جربوها بقى على الطريقة دي متأكدا ان شاء الله ان هي هتعجبكم وتجربوها على طريقتي ممكن كمان بعد ما تطلع نرعم للها بقى فحم ونغطي عليها بجد بتاخد طعم الفحمة اكنها مشوية بالزبط على الفحم وتدي طعم وريحة حلوة جدا هسيب لكم بهارات الشاورمة ان شاء الله في الوصف مع الطريقة ان شاء الله تعملوها وتطلع معاكم احلى شاورمة بنقدم معاها صوس التومية ان شاء الله هعملوا فيديو تاني علشان مطولش معاكم نقدم معاها صوس كاتشب اه طبعا انا عاملة خبز شاورمة كتير علشان اللي يحب يعمل سنده وتشات اه وانا عملته قبل كده وقلت لكم هسيب لكم تحت في الديسكريبشن ان شاء الله اتمنى ان الطريقة تعجبكم اه وتجربوها باذن الله اذا اعجبكم الفيديو لايك اشتركوا في القناة فعلوا الجرس كمان علشان توصلكم فيديوهات الجديدة بحبكم في الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة